لا تكاد تتوقف وطيرة البناء في مستوطنات القدس الشرقية خلال العام الجاري وآلاف الوحدات السكنية تقام في جبل أبو غنيم ورمات شلومو وبسجادزييف إلى جانب البؤر الاستيطانية المنتشرة في أحياء القدس الخطة الأخيرة التي أعلن نتنياه تطويرها تشمل ألف وحدة سكنية لكنها ليست الوحيدة والمستقبل القريب سيشهد حملة بناء وتخطيط واسعة لمستوطنات القدس تبذل حكومة إسرائيل كل جهد للفصل بين النقاش الداخلي والدولي في مسألة البناء في المستوطنات عموما وفي مستوطنات القدس الشرقية والإدعاء الإسرائيلي دائما أن القدس هي مساحة تم ضمها لإسرائيل وعلى وقع انتقادات أمريكية شديدة اللهجة وجلسة يبحث فيها مجلس الأمن التوسع الاستيطاني في القدس يزداد الإسرار الإسرائيلي الرسمي على حق الحكومة بتطوير ما تقول إنه عاصمة إسرائيل الأبدية بل إن تل أبيب تصاعد لهجتها حيال المجتمع الدولي وتتهمه باتباع سياسة الكيل بمكيالين لكن الخشية من استمرار تدهور العلاقات مع الإدارة الأمريكية بسبب سياسة الاستيطان في تصاعد هي أيضا والأزمة هذه لأن الحكومة اللي موجودة هان في إسرائيل حكومة يمنية وما بخصة من ولا إشي مش من أمريكيا مش من السلام مش من أوروبا ومش من غير محال بخصة من الحكومة تبعة بخصة إنه هي تبني المستوطنات بخصة إنه يكون هان الدفع الغربية رح تكون في إيد اليمين الإسرائيلي وما يقلق أطيافا في المجتمع الإسرائيلي ليس جلسة مجلس الأمن التي لم تنجح سابقاتها بإصدار موقف يقوض إسرائيل بل الخطوات التي قد تضطر الولايات المتحدة إلى اتخاذها لنهي إسرائيل عن سياستها سواء على مستوى الدعم العسكري أو التنصيق السياسي لم يتوقف البناء الاستيطاني في القدس للحظة واحدة على الرغم من الانتقادات الدولية والأمريكية لهذه السياسة لكن يبدو أن الحسابات الداخلية هي الأهم في هذه المرحلة شيرين يونس كاي نيوز من مستوطنة جبل أبو غنيم